اليوتيوب قرر انه هو يغير القواعد والقوانين والنهاردة جميع منشين المحتوى اللي بيعتمدوا على الزكاء الاصطناعي القانين وخايفين هو اليوتيوب حيتعامل معاهم ازاي الفترة اللي جاية لو قناته مفعالة ربح هل اليوتيوب حيوقف الربح؟ طب حيقل الاقتراح فيديوهاتهم طب اليوتيوب حيقفل القناة بصورة نهائية؟ ولا لأ؟ وطبعا صناعة المحتوى بالزكاء الاصطناعي النهاردة في خطر كبير جدا بعد التحديث الاخير ولكن انا حابب اطمنك جدا 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 لان التحديث ده عبارة عن 3 اسئلة حضرتك لازم تجاوب عليهم بنعم او لأ لو كان اي سؤال من دول نعم يبقى لازم تكتب نعم وتعالوا مع بعض نقرأ الكلام ده بالتفصيل لان اليوتيوب قالك هل يظهر في الفيديو بتاعك شخصا حقيقي يبدو كأنه بيقول كلام هو ما قالوش او ينفذ نشاط لم ينفذو يعني انت جدت مثلا المتوحد فيك وخلت يقول كلام هو مش قالو هل حضرتك استغلت بالموضوع ده او اعتمدت على الموضوع ده في الزكاء الاصطناعي لتزييف القواعد والقوانين او تزييف المشهد لو كان نعم يبقى حضرتك لازم تعمل نعم رقم اتنين هل الفيديو بتاعك بيتضمن لقطات معدلة لحد اسماء او مكان حقيقي يعني حضرتك عدلت على حد اسماء او خلت حد يتكلم بطريقة مختلفة او كان في حاجة حقيقية حضرتك عدلت عليها او لا لا لو كان نعم هتقول نعم لو كان لأ يبقى لأ لو الاتنين لأ يبقى لأ التالتة المشهد ادعك يتضمن مشهد يبدو حقيقي ولكنه لم يحدث فعلا يعني حضرتك مثلا رح نصورنا القاهرة وقلنا القاهرة فيها بركان وطلع مش فيها بركان ولا اي حاجة والموضوع ده اتعامل بالايه ايه والزكاء الاصطناعي لو كان نعم هتعمل نعم لو كان لأ يبقى لأ يبقى لو كان اي اجابة من التلاتة دول نعم يبقى حضرتك مجبر انك تعمل نعم وانا متأكد ان حضرتك بتسأل نفسك سؤال مهم جدا هل الصوت اللي بنستخدمه بالزكاء الاصطناعي عبر اي موقع او اي برنامج محتاجين ان احنا نعمل نعم ولا لأ والاجابة انا جايب هلك منين بقى من اليوتيوب نفسه يعني ده منشئ محتوى مشغل في اليوتيوب يعني مدير من مدراء اليوتيوب سألوه بالتفصيل عن 11 يعني هما سألوه بالتفصيل عن 11 لابس ده بالتفصيل هل يمكن توضيح ما اذا كان من الضروري الكشفة عن اصوات الزكاء الاصطناعي التي لا تستنسخ افراد حقيين او معارفين ولكن تم انشاءها باستخدام ادوات مستق 11 لابس وسيكون هذا بمثابة رؤية نص حقيقي لذلك سأعتبره اداء مساعدة مثل الصورة مساعدة ولكن بالتأكيد شكرا قال له ايه بقى الاجابة قال له نعم انت مجبر انك تكشف عن الاصوات الاصطناعية المولدة يعني حضرتك لو شغال وبتعمل محتوى بالAI وبتستخدم صورة زكاء اصطناعي اعمل نعم طيب هل ده هيأثر بالسلب؟ يعني هل ده هيأثر بالسلب؟ لا مش هيأثر بالسلب وانا جايب لحضرتك دليل والدليل ده مهم جدا وركز عليه لان هنا بيقولك هل ده هيأثر في الاقتراحات؟ يعني هنا بيسأله ايه بقوله ايه؟ هل ده كده بقوله ايه؟ هل ده لو جينا استخدناه هيأثر على الاقتراحات ولا لأ؟ ده كان السؤال يعني ده مجمل السؤال بص 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 مجمل السؤال بقوله ايه؟ طيب هل سيكون لاستخدام او عدم استخدام هذا التصنيف اي تأثير على اداء الفيديو؟ يعني اليوتيوب هيكترحه اكتر او هيكترحه اقل؟ وهل سيكون هناك اي عواقب للذين لم يصنفوا مقاطع الفيديو الناس اللي ايه؟ اللي قال لأ مش مصنفين الرد هنا كان صارم واضح جدا بالنسبة الى مدى الوصول والتصنيف والخوارزميات لا تأثير اطلاقا لان ده مالوش اي علاقة بالمشاهد ولكن لابد من وصول الشفافية الى المشاهد وليس معاقبة منشين المحتوى يعني حضرتك هو عايز يوضح للمشاهد ان ده كله تم انشاؤه بواسطة الزكاء الاصطناعي من اجل الشفافية ولكن بالنسبة للعقوبات والتنفيذ بما اننا نرغب في منح مجتمعنا وقتا للتكيف مع العملية والميزات الجديدة سننظر في المستقبل في اجراء اي تنفيذ لمنشئ المحتوى الذين يختارون باستمرار عدم الكشف عن هذه المعلومات يعني مع المستقبل في حاجات صارمة حيتم تعديلها ولم يوضح اي شيء الى هذه اللحظة معنى كده ان النهاردة اللي يقولك تم اغلاق قناتي بسبب الموضوع ده هقول لحضرتك وما لسه ما اتخذوش اي اجراء وهنا اليوتيوب يقولك التزاما بسياسة اليوتيوب يجب اعلامنا ما اذا كان المحتوى الخاص بك معدلا او اصطناعيا ويبدو حقيقي ويشمل في ذلك الاصوات والمرئيات التي تبدو حقيقية والمنشئة باستخدام الذكاء الاصطناع او ادوات اخرى عند اختيارك نعم ستتم اضافة تصنيف الى هذا الفيديو انه تم انشاءه بالاي اي اي معنى كده ان اي منشئ محتوى بيشتغل باي برنامج من اجل انشاء صوت والصوت ده كان بالاي اي اي لابد من تصنيف بالنعم لان دي التزامات بالسياسة لان حضرتك اي انتهاك للسياسة مع الوقت قد يؤدي الى اغلاق قناتك بصورة نهائية والكلام ده مش كلامي ده كلام اليوتيوب نفسه يعني اليوتيوب نفسه هنا بيقول لحضرتك ايه في الاخر خالص قد يشعر المشاهد بارتباك اذا ظن ان هذا الفيديو الذي يشاهده حقيقي بينما هو في الواقع ذكاء الصناعي اذا لم يتم الافصاح عن هذا النوع من المحتوى اليوتيوب قد يصنفه بشكل اصطناقي غير قابل للازالة على الفيديو وذلك بهدف الحد من الحاق الاذب المشاهدين وقد نفرض ايضا عقوبات على كل صانع محتوى يحجب هذه المعلومات بشكل متكرر بما في ذلك ازالت المحتوى او تعليق اشتراكه في برنامج شركاء اليوتيوب يعني حضرتك هنا اليوتيوب هيبدأ يعدل الموضوع بشكل آلي بس لو كترت الموضوع مرة في التانية في التالتة في الرابعة هنا اليوتيوب مقبر ان هو لايزلك المحتوى لايعلقك في برنامج شركاء اليوتيوب يعني ايه التعليق يعني لو قناتك مفعالة ربح وبتقبض من اليوتيوب ارباح وبتاخد من اليوتيوب ربح هنا هتلاقي ان قناتك تم اقف الربح عليها ومحتاج ان حضرتك تقدم قدام بعد التعديل على فيديوهاتك والتعديل على هذه التصنفات يبقى ليه احط نفسي في مشاكل طالما اليوتيوب من البداية وضح لي كل حاجة بالتفصيل طالما مش فيها ازعى لقناتي ايه المشكلة طالما انا مش هعمل حاجة غلط ايه المشكلة اللي يخاف بقى هو منشئ المحتوى اللي بينتهك السياسات اللي بيقدم محتوى محتوى مخالف وغير شرعي وغير اخلاقي فده يخاف على قناته اصلا ويخاف على وجوده على اليوتيوب لكن طول ما انت شغال صح ما تخافش طول ما انت بتقدم محتوىك بالشكل ايجابي ما تخافش خصوصا ان المحتوى بالاي اي يتم قبوله في برنامج شركاء اليوتيوب اذا كان يضيف قيمة واذا كان يتم سرده بطريقة اليوتيوب يعتبر اضافة قيمة على المحتوى ولكن انا لا انصح به اطلاقا وما استغلتش به ولا مرة ولا حشتغل به علشان كده حبيت اوضح كل حاجة بالتفصيل لتجنب اي مشاكل ممكن يمر او تمر على منشئ المحتوى في المستقبل اذا محتوى الذكاء الاصطناعي فيه خطر في حالة واحدة بس اذا لم يتم تصنيف الفيديو بشكل ايجابي وكويس وصحيح لو مش تم تصنيفه صح هنا اليوتيوب لانما يزيل المحتوى بعد تقرارها اكتر من مرة او يعلق قناتك في برنامج شركاء اليوتيوب كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى اللي حبي يجيب لك على اي سؤال جيب بالك وتفكيرك ولسه لغاية دلوقتي مش هلاقي لي اجابة على اي قناة تعلمية هتلاقيها في المرجع الاول شكرا شكرا